تم إضاءة برج توكيو التاريخي في اليابان باللون الأحمر احتفالا بعيد الربيع الصيني أو بداية السنة الصينية الجديدة التي تصادف الخامس والعشرين من يناير من هذا العام وتعد هذه السنة والثانية التي تتم فيها إضاءة المزار السياحية الياباني باللون الأحمر القاني للاحتفال برأس السنة الصينية هذا واطلق أكثر من ألف طفل من الصين واليابان العديد من البالونات خلال الاحتفال الذي شهد أيضا عرضا للفوانيس التقليدية فضلا عن أداء الرقصات الصينية